فهذا التغريدة تقول أولاً أن الرئيس بايدن سيرجع إلى ما يعرفه أو ما تربى عليه اللي هي الدبلوماسية فمعناها أنه أكو مراجعات لكل السياسات الأمريكية بالشرق الأوسط أي سياسات الرئيس ترامل فوحدة من السياسات هذه العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني طبعاً بالشروط الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأمل عند الإيرانيين بفتح هذا الملف مرة ثانية وعودتهم إلى المفاوضات عودت رفع الحصار عنهم رفع أشياء كثيرة عنهم تعطي إيران فرصة للنجاة من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة لو حسبتها هل من مصلحة الإيرانيين أن يقاوموا الأمريكان داخل العراق أو من يمثل الجانب الإيراني أو من هو مؤمن بالطريقة الإيرانية بالمقاومة ودفع الأمريكان خارج البلد طبعاً مفاتيحهم دائماً موجودة لدى الإيرانيين